موسيقى صبحكم الخير اليوم الأربعة 14 حزيران يونيوم اليوم الأمار مرافقنا لليوم الثاني على التوالي من برش هوائي برش الدلو وبعدنا تحت تأثيرات المثلث الفلكي الهوائي فكيف رح بتكون كل الأبراج مبلش مع برش الحمل بالنسبة لألك اليوم مولود برش الحمل الأمور بعدها مكملة من مبارح يعني بعض الجو جيد مثل مبارح الجو مفيد الجو ممتع حتى بالنسبة لألك الجو بيسلي بالرغم من يمكن يكون في عندك نهار شغل وبالتالي نهار الشغل كمان رح بيكون مسلي كمان رح بيكون مفيد لكن رح بيكون مفيد بطريقة لما انت بتكون ضمن المجموعة هاي دي الأمور رح بتساعدك كتير ورح تاخدهم مصالحك تبقى الموليد الأكثر حظاً 13 14 15 16 نيسان أبريل بنتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور الجو اليوم هو متابعة لجهود مبارح لأجواء مبارح ما تغير الجو أحياناً مبارح بيكون يمكن أصعب من اليوم أو يمكن مبارح ما صار شي اليوم بيكون أتعب نوعية الوقت المهمة هاي دي عنوان المرحلة اللي انت عيش فيها حالياً مرحلة مهمة مرحلة بتأسس فيها لعمل لمرحلة مهنية لمرحلة اجتماعية يمكن بعض موليد برش الثور عم بياخدوا قرارات بحياتهم الاجتماعية زواج ارتباط فك ارتباط يغيروا جامعة يغيروا مسار مهني في تطورات حلوة مهمة فما تخافوا من الضغط الموجود اليوم 25 26 27 28 29 نيسان أبريل الأكثر حظاً بنتقل لبرش الشوساء بالنسبة لبرش الشوساء نهار كتير حلو نهار يعد بتغييرات وبظروف لصالحكم وبالتالي إذا أنتم من أول الطريق بتحطوا حالكم بظروف كتير مهمة بتاخدوا ساعتها الجائزة الكبيرة إذا بدكم تعدوا تضيعوا نهاركم من دون ما تعملوا أي شيء مهم بيمروا نهار مرور الكرام تطلعوا مبسوطين ومرتحين بآخر نهار لكن إذا عندكم وعيد مهمة اليوم النجاح من نصيبكم 4 5 6 7 8 حزيران يونيو الأكثر حظاً بنتقل لبرش السرطان مولود ببرش السرطان بدك تكمل بالأمور أنت ماشي فيها هناك بعض أعلامات الاستفهام بعض الأسئلة يلي هي حول مسائل مالية يمكن تكون صحية أيضاً في متابعة لهالأمور في متابعة لملف مضطر تشتغل عليه بتحس أنك يمكن بخصك يمكن بخص حداً من حولك لكن في متابعة لهذه الأمور في تعب في شوية تعب في شوية زهق بسبب التقنيات الموجودة صحيح لكن بالنتيجة ها هي الفترة يلي الإنسان بيشتغل فيها على هيك أمور فأتابعها وما تتركها لأشخاص أنت بتعرف أنه منهم كفؤين كون حذر جداً مولود 28 29 30 حزيران يونيو بنتقل لبرش الأسد مولود ببرش الأسد مات مشكلة اليوم حتى لو طالع عبيلك تنرفز وتعصب وحاسس حالك عم تغلي لأنه فلان زعجك بكلمة أو فلان لأنه شخص منه فعال بعمله أو ما عم بيستوعب اليوم مولود برش الأسد مطلوب منك أنك تطول بيلك أعصابك روقة شوي وشوف أنه الأمور بالنتيجة لما الإنسان بيروق تمشي الأمور وما بيتأثر فيها هيدا هو نوع من درس لهيدا نهار لحتى تطول بيلك بالرغم من التحديات الموجودة ومنها كبيرة التحديات بجميع الأحوال الأكثر انفعالاً هو مولود شهر آب أغسطس لكن هناك حظ عند مولود 12 و19 آب أغسطس تكمل مع برش العذراء حضر حالك مولود برش العذراء لمتابعة لنهار مبارح يمكن انشغالات مبارح ما خلصت اليوم عم بتكمل فيها مسائل صحية مثل ما قلتلك يمكن مسألة مهنية يمكن مشروع روتيني عم تشتغل عليه عم تهتم فيه اليوم فيه متابعة لهيدا الأمور وأيضاً ضرورة الاهتمام ببعض المسائل الصحية اللي معقولة تتعلق بأحد الوالدين الأوفر حظة 28-29-31 آب أغسطس بنتقل لبرش الميزان بالنسبة لبرش الميزان هيدا نهار ممتاز الحظوص بعدها مكملة معك بعدك أنت تنتمي لمجموعة الأبراج الأكثر حظاً ما فيه أي سبب لحتى تتأخر تخسر تفشل أو حدا يسبقك بالعكس تماماً أنت فيك تكون من أول الربحين في أي منافسة لذلك أوي قلبك ما تستحي وما تخاف وما تتردد الأكثر حظاً كلكم محظوصين بشكل خاص 6-7-8 أكتوبر بنتقل لبرش العقرب بالنسبة لبرش العقرب نهار متعب نهار مزعش من هالأيام يلي بيحس فيها الإنسان حالو طالع بالو يعود بالبيت ما يروح على الشغل أو يطول لا يوصل على الشغل أو على المدرسة أو على الموعد بيتمارض أو يمكن فعلاً مريض بجميع الأحوال النهار تضطر أنك تتحمل فيه شوي على ذاتك إذا عندك موعيد أو عندك شغل والحلو أنه بكرة بعد الظهر رح تتغير هالظروف ورح بتصير أفضل بالنسبة لألك فحاول ما تنزعه اليوم الأكثر حظاً مواليد شهر أكتوبر 2021 بنتقل لبرش القوس بالنسبة لبرش القوس اليوم نهار بيطلب منك أنه تاخدو التعطي بطريقة ساليسة أكتر ساليسة أكتر حاول ما تفرض رأيك مع أنه طالع بيلك تفرض رأيك حاول ما تنطقت حداً مع أنه طالع بيلك تنطقت الناس حاول أنه ما توجه ملاحظات صعبة حادة أو سلبية لأنه إلا ما يطلع من اليوم شخص أوي منافس لألك ويعرقلك أمورك وهذا شيء أنت ما بدك يه بالمرة هالفترة طول بيلك خد وعطي أكتر احتفظ بالملاحظات السلبية لأذاتك الأكثر حظاً 2021 ديسمبر كانون الأول بنتقل لأبرشة الشادي بالنسبة لأبرشة الشادي هيدا نهار بيطلب منك فيه أو متطلبات هيدا نهار أنه تكون شوية دقيق أكتر بعملك بحسابك بشغلك الأداء اللي عم بتقدمه احتمال مولود برشة الشادي يكون فيه بعض المصاريف أيضاً هالمصاريف فيها تكون للاهتمام بذاتك ولكن يمكن تكون أيضاً لدواعي اضطرارية قالوا فرحظاً 27 إلى 31 كانون الأول ديسمبر بنتقل لأبرشة دلو بالنسبة لأبرشة دلو أنهار رائع بامتياز نجوم قوية كتير عم بتساعدك هناك دعم ممتاز لألك من قبل المحيط المنحولك ما تخاف من شي بمعنى أنه ما تتردد وتقول يمكن مش وقته هلأ وقته الأمور واضحة الحظ جيد وجرب وما بتكون ندمين الأكثر حظاً موليد شباط فبراير بشكل خاص 2 و 3 شباط فبراير بنتقل لأبرشة دلو مولود برشة الحوت ما في شي تقريباً زابط مثل ما أنت بدك عم بحكي تحديداً على الأمور الجديدة الأمر الوحيد اللي زابط اليوم هو الأمر الروتيني الوضع الروتيني حافظ عليه هذا اللي لازم تركز عليه اليوم تبقى مثل ما أنت مش مطلوب أنك تتقدم وبدك تنتبه لما ترجع لورا حافظ على موقعك مثل ما أنت إذا عندك موعيد مهمي حاول تستبقى تروح قبل الوقت تتأكد منه حجوزاتك غراضك ما يديعه التباسات والتعب صحي تبقى الموليد اللي بعتبرها يمكن أكثر تعباً من غيرها موليد أدار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم بانتظارك سنة كتير مهمة سنة رائعة حتى سنة بتفتح قدامك مجلات لتحقق طموحاتك طموحاتك بغض النظر عن عمرك هذه سنة ممتازة جداً هزيران يونيو أكتوبر وشباط فبراير هنه أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراجي تيدي باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة